موسيقى أهلا بكم أعزائي المتابعين في قناة عالم الفن في هذا الفيديو لن تتوقع كيف أصبحت الفنانة المعتزلة نيفين عزام زوجة الفنان السوري السامر المصري وأولادهما في آخر ظهور وما لا تعرفون عنه موسيقى أهلا بكم من منا لا يعرف النجم السوري الشهير سامر المصري ابن حي الشاغورة الدمشقي أقدم وعرق الأحياء الشامية ومثلت فيه أحد أضخم المسلسلات السورية موسيقى الفنان سامر المصري الذي اشتهر في مسلسل أبو جانتي الكوميدي وصف حينها بمالك التاكسي وقال في مناسبات عدة أنه الدور الأقرب إليه أكثر من دور بوشهاب رغم أنه نال شهر واسع من خلاله محليا وعربيا موسيقى واخيرا مجال الأفلام الأمريكية موسيقى واخيرا تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للفنان السوري سامر المصري رفق الزوجة والفنانة السورية المعتزلة نيفين عزام موسيقى وحضي الصورة الفنان السوري سامر المصري وزوجة الفنانة المعتزلة نيفين عزام التي وصفت بكونها أحدث إطلالة للثنائي بتفاعل واسع من قبل المتابعين حيث انهالت التعليقات وصلت تباين في الأراء موسيقى وشارع العديد من المتابعين إلى وجود شبه كبير بين الفنان سامر المصري وزوجته نيفين عزام فقال البعض بشبه بعض كتير كتير فكرتم إخوات بيشبه بعض موسيقى وبينما انتقذ البعض طلالة الفنانة المعتزلة نيفين عزام فقال أحدهم لا يا بو الشاب لا يا باطل عليك بس مزويق يا درسان وجاء في تعليق آخر وكشوها البلوزة بوجانتي ما شايف مرتو شو لابسا شو حال الفستان موسيقى وفي حين شبه خارونة الفنانة المعتزلة بالمطربة المغربية ساميرا سعيد ومما جاء في هذا السياق فكرت ساميرا سعيد موسيقى والجدير بالذكر أن الفنانة السوري سامر المصري متزوج من الفنانة المعتزلة نيفين عزام منذ أكثر من 22 عاما وكانت الفنانة المعتزلة نيفين عزام قد شاركت في مسلسل خان الحرير ومسلسل الثرية عام 98 ثم اعتزلت للتفرغ لأسرتها موسيقى ورزق الثناء سامر المصري ونيفين عزام بثلاثة أبناء وهم عمر وهو خريج كلية الحقوق وورد 17 عاما وياسمين 11 عاما والعائلة مستقرة في دولة الإمارات العربية المتحدة موسيقى وطلع الفنان السوري سامر المصري على جمهوره ومحبيه عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي انستجرام مرفقة نجليه عمر وورد موسيقى وشارك الفنان السامر المصري متابعيه عبر خاصية السوري في انستجرام أحدث إطلالاته مع نجليها الشابين من مدينة الصنبول التركية موسيقى وحضيت إطلالة الفنان السامر المصري مع نجليه عمر وورد بتفاعل من قبل متابعي حيث تداولت العديد من الصفحات الصور الشابين مع والدهما موسيقى الفنان السامر المصري فنان السوري الشهير يتميز بموهبة كبيرة وكارزما تجعل حضوره لافتا في أي عمل يشارك فيه ومسيرة الفنية بدأت في منتصف التسعينيات وهو خرج المعهد العالي للفنون المصرحية موسيقى وشارك في عشرات المسلسلات لكنه اشتهر بشخصيتين العقيد أبو الشاب في مسلسل باب الحارة وأبو جانتي في مسلسل أبو جانتي ملك التكسي موسيقى ولد الفنان سامر المصري في حي الشاغور في دمشق في يوم الثالث عشر من أغسطس عام تسعة وستين ودرس في مدارس دمشق ثم التحق بجامعة دمشق ليت الأداء بقسم اللغة الإنجليزية وتخرج عام واحد وتسعين موسيقى وكان مغرما بالفن والتمثيل منذ صغره فانتسب إلى المعهد العالي للفنون المصرحية وتخرج منه عام ستة وتسعين ثم انتسب إلى نقابة الفنانين السوريين في نفس العام موسيقى وبداية الفنية كانت عام خمسة وتسعين حيث شارك في مسلسلين يوميات مدير عام وفارس المدينة ثم توالت مشاركتها الفنية في السينما والتلفزيون موسيقى وشارك الفنان سامر المصري في عدد من المسلسلات التاريخية الهامة مثل أزير سالم وسقر قريش وبزيد الهلال والمرابطون والأندلس وخالد بن الوليد الجزء الثاني موسيقى وشارك أيضا في مسلسل البيئة الشامية الشهير باب الحارة وجسد شخصية العقيدة بوشهاب لمدة ثلاثة أجزاء ونجحت الشخصية نجاحا ساحقا فراد مخرج العمل أن يقتالها معنويا فانسحب الفنان سامر المصري موسيقى وتعددت عمالها الفنية بين التاليف والتمثيل والإنتاج وشهر عماله في الإدرامة السورية في بقوة الضوء والدبور ومسلسل الشام العدية أو ما يعرى بمسلسل بايت جدي موسيقى ولعب الفنان سامر المصري أدوارا مختلفة في مسلسل أهل الغرام ودور الراد هشام في مسلسل وجه العدالة وشارك في مسلسل جبران الذي تناول سيرة الشاعر اللبنان الشهيد جبران خليل جبران موسيقى الفنان سامر المصري كان قد ابتعد نوعا ما عن الإدرامة السورية بعد انتقاله للعيش في الإمارات منذ عام 2012 إلى أن عاد بعد عوام ليظهر في المسلسل الشهيد أوركيديا للمخرج الراحل حاتم علي الذي عرض عام 2017 موسيقى وشارك الفنان سامر المصري في العديد من الأعمال المصرحية أيضا ولم يكتفي بالتمثيل فقط بل امتد عشقه للفن المشاركة في الإخراج والغناء والإنتاج ومنها معمالها المصرحية التي قام بإخراجها موسيقى وشارك بالتمثيل بها مصرحية أبيض وأسود كما شارك بمجموعة من الأغنيات من أغنية بحبك موسيقى وفي نهاية الفيديو إذا عجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو ليصلك كل جديد لدينا موسيقى 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 اشتركوا في القناة